طبعاً أنا من خلال يعني هذه الشاشة نوجه كلامنا إلى السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم العراق يمر بحالة من حالات الاستقرار الاعلامي خلي نقول على أقل التقادير من حق الاعلام لما يبحث عن المعلومة ودائماً إحنا نطالب كإعلاميين أنه نأخذ المعلومة الصحيحة والحقيقية من المسؤول يعني ما نروح إلى شخصية أخرى فنتمنى من السيد رئيس مجلس الوزراء الإعاز للوزراء يعني الوزارات الخدمية خلوا المدراء العامين يصرحون لا تحصرون التصريحات فقط من الوزير أو فقط من الجهة الإعلامية اللي بالوزارة يعني لما نروح إلى مدير الكهرباء في محافظة من المحافظات يقول أنا ممنوع من التصريح خليني الوزراء يعطون أوامر يصدرون أوامر لمدراء الدوائر المدراء العامين عندما نحتاج تصريح إحنا الإعلاميين ونروح إلى مدير الدائرة يقول لنا يا أبي أنا ممنوع من قبل الوزير أو الوزارة ما تقبل أنه أنا صرح طيب نين نجيب المعلومة إذا الوزير ما يسمح ويكون التصريح حصري فقط من الوزير طيب أين يذهب الإعلام وبالتالي لما نطرح موضوعة من المواضيع نعاتب من قبل الجهات الحكومية يا بليش مثلا طرحت هذا الموضوع ليش أزمت الموقف ليش كذا ليش كذا وهذه التفاصيل باقي زيان لا أنت تقبل التصرح ولا أنت تقبل الناس تتناول الموضوع شون يعني تبقى أو يبقى الحال على ما هو عليه وهذه قضية أعتقد قضية شائكة فبالتالي نحتاج إلى أن تكون هناك تصريحات مهمة من قبل أصحاب الشأن وأصحاب الرأي شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر